مقعدون على الكراسي المتحركة يحاولون دفع الحياة وتسييرها ولو ببطء فالتوقف في لحظة كهذه من الزمن ليس في صالحهم بل ليس في صالح الوطن فالقهر الذي لا يمكن تجاوزه هو قهر الجندي عندما يتعرض للإصابة بينما يتعرض وطنه للحرب والاقتتال فيرفض أن يبقى مجرد متفرج هنا في سكن الجرحة بمنطقة الطوال الحدودية بين اليمن والسعودية يقضي العشرات من جرح الجيش الوطني أوقاتهم في انتظار ما تبقى من فترة العلاج منذ أشهر خاض هؤلاء الجنود معاركهم في جبهتي ميدي وحرض لكنهم اليوم يتعرضون للتناسي فكان لابد من زيارتهم وتوثيق ونقل معاناتهم لتأتي بشيء من الأسى وكثير من الأمل كما يستذكر هذا الجندي اللحظات الأولى لإصابته أصبت في ميدي في مزرعة النسي والآن الحمد لله مازلنا سامدين بعون الله بإذن الله أننا منتصرين مهما فعلوا مهما ضربوا مهما ذا إن شاء الله النصر حليفنا كان هؤلاء الجنود ضحايا لآلاف من الألغام خلفتها الميليشيا في صحراء ميدي وحرض ولعدم توفر الكاسحات لدى الجيش الوطني يبقى احتمال تعرضهم للإصابات واردا وهو ما تركته عليهم تماما هذه الآلة التي خلفت أطرافا مبتورة وأجسادا مشلولة وكثيرا من الجراح إلا أنها لم تنل من همتهم كما لم تحرمهم من الابتسامة ولو في لحظة عصيبة من الحياة وأقول لأخواني الذين في الجبهات اصبروا ورابطوا مئات الجرحى سقطوا في صفوف الجيش الوطني منذ بدء الحرب في هاتين الجبهتين إلا أن حالهم يبدو أفضل قليلا مقارنة ببقية الجرحى في عموم جبهات الجمهورية فقد وجدوا فرصة للعلاج يحتاج إلى مثلها آلاف الجرحى